السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية سامي المنتصر ليبي الأصل مدرس ريضيات في كندا اليوم هنشرح لكم عمليات الجمع والطرح للأرقام السالبة والموجبة وكذلك الضرب والقسمة لهذه الأرقام طبعاً لازم نفهم وحنا كطلبة وكبشر يعني أن الأرقام هي ززء كبير ومهم في حياتنا يعني كل يوم نحن نستعمل الأرقام خصوصاً كلما يتطور العالم كلما الأرقام تبدأ يعني مهمة جداً لنا طبعاً الإنسان البدائي ما كانوش فيه أرقام ما كانش فيه أي حس للأرقام ولهذا يعود الفضل في اختراع الأرقام إلى شعوب منطقة بلاد الرافدين هم لي وضعوا القواعد الأولى حوالي 3400 سنة قبل الميلاد وبعدها بحوالي 300-400 سنة الفراعنة في مصر يعني قاموا بتطويرها أو تطوير طريقة العد طبعاً الخوارزمي والكندي ليهم دور كبير حتى هم في تطوير استعمال الأرقام عندما المسلمين يعني ذهبوا للأندلس رفعوا معهم الأرقام العربية للأندلس ومن الأندلس طبعاً انتشرت الأرقام العربية في أوروبا وانتقلت لمعظم العالم يعني خصوصاً أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية طبعاً هذه الأمثلة عن طريقة هنوريكم كيف تستعملوا الخط هذا وكيف تنتقلوا على الخط هذا وحيساعدني نحول المقامزة أنه هذا حيساعدني إن شاء الله وكيف ولهذا كيف الطريقة يعني الطريقة أول شيء لازم نفهم إن الرقم الأول دائم من الموجود في الخانة الأول هنا هذا هو رقم البداية ولهذا نحول لما بيجيب يجمع ويطرح الحاجاته إياه أول شيء بيشوف الرقم هو ولما مثلاً في البداية هذا رقم اثنين نعرفه اثنين زايد سبعة هذا شيء بسيط جداً ومعظم الطلبة يعرفوه لكن هذه يعني الطريق الطرق همها كلهم يرجعوا للطريقة البداية هذه هي اثنين زايد سبعة وهذا نحول لما يشوف اثنين زايد سبعة شنه يدير نحول يجي نحول يمشي يبدأ في رقم اثنين وبعدين لأنه هو الآن زايد سبعة لما نحول يعرف أن القصة فيها جمع نحول يعرفوه أنه بيمشي يمين زي ما كانت بنا هنا الجمع نمشي يمين ولو طرح نحول يعرف أنه هو في حالة الطرح حيمشي يسار وحنا نحكو عليهم ما الآن هادو تقول نوريكم الطريقة اللي لازم تتبعوها باش تخلوهم زي هادو لأنه دائماً أرجعوا لكل شيء خلوه بيسيك أو بسيط مثل هو ولهذا عمك نحول هنا عرف أنه نقطة البداية رقم اثنين وبعدين عرف أنه زايد سبعة أنه هو الزايد بيمشي يمين زي ما شوفوا السامة سبعة خنات ولهذا هو تنقل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خنات لقى الناتج هو رقم تسعة وهذا هو الناتج الآن مشى نحول المسألة التانية عرف أنه نقطة البداية اثنين واللي هو الآن يبدير مشي للبداية رقم اثنين ولكن هنا شاف أنه هذا ناقص سبعة اثنين اطرح سبعة او ناقص سبعة يعرف أنه لما ناقص نحول لازم نمشي يصار ولهذا شنو بيعمل نحول بيمشي سبعة خنات لليصار من نقطة البداية اللي هي رقم اثنين ولهذا مشى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وصل نحول لرقم سالب خمسة ولهذا نحول عرف إن الإجابة هي سالب خمسة الآن نحول بيمشي للمسألة هادي اللي مكتوبة باللزرق ولهذا شاف إنه نقطة البداية كما قلنا الرقم الأول هو نقطة البداية ناقص اثنين او سالب اثنين ولهذا نحول عرف إنه نقطة البداية هي رقم سالب اثنين نمشي لي سالب اثنين وبدأ غادي وبعدين شنصر نحول ساف إنه هادي سالب اثنين زايد سبعة يعني لما بتزيد أو بتجمع سبعة في حالة تجمع نمشي يمين ولهذا عرف هو من سالب اثنين نقطة البداية حيمشي لليمين سبعة خانات ولهذا نحول بدأ بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وصل نحول إلى رقم خمسة ولهذا نحول عرف إن الإجابة لهذا السؤال هي خمسة الآن نحول بيعمل المسألة الأخيرة اللي هي مكتوبة بالأصف الآن نقطة البداية هي الرقم الأول وهي سالب اثنين ولهذا نحول لازم ينتقل إلى رقم اثنين سالب من جديد ولكن نحول لاحظ هنا إنه هو سالب اثنين أطرح سبعة أو ناقص سبعة ويعرف نحول لما احنا بننقصه رقم أو بنديره عملية طرح هي طرح سبعة أو ناقص سبعة عارف إنه هو بيمشي يسار لأن عملية الطرح كما قلنا السهم هنا لازم تمشي يسار هو بيمشي يسار سبعة خانات ولهذا بدأ هنا وعد سبعة خانات اليسار واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نحول وجد نفسه في سالب تسعة عرف نحول إن الإجابة هي السالب تسعة آسف هنا لأن ينين نكتبه بالإنجليزي ولهذا نبدأ من اليسار اليمين خلي نصحح هذه هي السالب خمسة هنا ولأن الإنجليزي من العربي من اليمين لليسار نعمل لأن نخطى هذه دائما أنا خلي نصلحوها ونكتبها بالطريقة الصحيحة من الطلبة العرب إن شاء الله ناقص خمسة كيف مظلنا أوكي الآن ننتقل للمسائل هذه أفهم الشي هذا إنه لما تبدأ عندك إشارة ناقص موجب مثل هنا شو بتصير الإشارة هذه بتصير سالب ولما عندك زايد سالب مثل هنا إشارة غيرها لسالب أو طرح ولو عندك طرح سالب أو ناقص سالب شو بتصير الإشارة موجب هنا في الطريقة هذه تستعمل الشي هذا في الطريقنا ولهذا خلينا نرجع مرة تانية يعني شنو هو المعترف عليه إنه لو الإشارتين اللي بيجنب بعضهم يكونوا مختلفات معناها نغيروهم لسالب زي ناقص موجب هذا مختلفات موجب وسالب ولو الإشارات يكونوا يعني زي بعض سالب سالب ويصيروا موجب أو كذلك لو شفت مثلا موجب موجب كذلك معناها لأن الإشارات زي بعضهم حتى هما بيكونوا موجب ولهذا شو بنديرو إحنا هنا لما بنحل السؤال هذا لازم نكتب السؤال من جديد نكتب إن هذا السؤال هو خمسة ناقص كما قلنا سالب وموجب بيصير الطرح لهذا الإجابة هنا نين هنا هادي بتصير ثلاثة جمع في جنبها طرح مثل الطريقة هادي لشارتين مختلفات بتصير طرح رقم تسعة وهادي طبعا سالب أربعة ناقص أو طرح سالب ستة لما لشارتين يكونوا اللي في جنب بعض المتساويات بيصيروا موجب أو يعني زايد ستة طبعا هادي سهلة عملت الحل على طول هادي ثلاثة ناقص تسعة هيا نحول ذكرنا شو نعمل إحنا لما عنا ثلاثة ناقص تسعة طبعا نحول قال لكم دائما تمشوا لنقطة البداية اللي هي الثلاثة هنا لأن البداية هنا ثلاثة كما تشوفوا فيها يمشي دائما نحول لنقطة البداية الرقم الأول هو نقطة البداية ولأن العملية طارح زي ما قلنا طارح لازم نمشي يسار نمشي يسار جدا ستسعة خانات ولهذا نحول يبدأ واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وصل وين نحول وصل للحل وهو سالب ستة الآن المسألة الأخيرة نحول حينطلق أو هيبدأ في الرقم الأول اللي هو سالب أربعة هذه بداية نحول ولهذا نحول سالب أربعة زايد ستة لما نزيد رقم يعني كما قلنا نمشي يمين ولهذا نحول بعد ستة خانات يمين لأنه زايد ستة يعني أن نمشي يمين ستة خانات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولهذا الناتج اثنين أوكي سهذه الطريقة باستعمال الخط هذا طبعا كبداية مهم الطالب يفهم شنو صايري يعني في الأرقام السالبة والموجبة اللي هو هي الأرقام الصحيحة ولكن بعد فترة لازم الطالب يكون عنده إدراك شنو يحصل يعني مع الأرقام دائما أنا أحبد أن الأرقام تصير مثل هذه لو كاتبين لك الأسئلة مثل هذه غيرها لهذه يعني غيرها لهنية ولهنية ولهنية باش تبدأ تتبع في الطرق هي ولهذا خلي نمشو نشوفوا الطريقة الثانية اثنين زايد سبعة طبعا تسعة وكي الآن هنا طبعا هذه الطريقة الثانية ننظر للأرقام هذه الزوز رقم السبعة أمامه سالب ورقم اثنين أمامه موجب طبعا ما نكتبوش فيها لما تبدأ في البداية لما تبدأ لشرتين مختلفتين هنا في عملية الجمع والطرح نعرفوا ان احنا لازم نطرح لارقام نطرح لارقام بدون إشارات يعني ولما نطرح لارقام السبعة ناقص اثنين تعطينا خمسة بعد ما نحصل لرقم خمسة شو نعمل نشوف الارقام الزوز نشوفه أما أكبر السبعة ولا اثنين السبعة أكبر شنو الإشارة quiere قبل السبعة الإشارة لقبل السبعة سالب ولهذا شو بيصير الإجابة بتصير سالب خلي نشوفها هنا طبعا كيف ما قلنا إشارتين مختلف مختلفتين هنا أو يختلفوا الإشارات الزوز ولهذا لازم نطرح كل ما يختلفوا الإشارات لازم نطرح طبعا هنا موجب وهنا موجب نجمع الآن لأن الإشارتين هادو زي بعضهم وهنا الإشارتين مختلفتين معناها لازم نطرح. نطرح من دون ما نشوف للإشارات. في زوز أرقام عندنا هنا سبعة واثنين نقول له سبعة ناقص اثنين يعني نمشه بالمقلوب. سبعة ناقص اثنين تعطينا خمسة. الآن نشوفه للإشارات. اثنين عندها إشارة سالب. والسبعة عندها إشارة موجب. ولكن احنا ننظر للرقم الأكبر. السبعة أكبر من الاثنين. ولهذا لما السبعة أكبر الاثنين في حالة في الحالات تحمل زوز. شنو السبعة الإشارة اللي قبلها. الإشارة موجبة ولهذا الجواب حيكون موجب. بعد ما نطلح سبعة لها سنين. هنا لما نجول للسؤال للأخير. الرقمين هما سالب. الرقم هذا سالب والرقم هذا سالب. معناها شنو؟ نحن بنجمع الرقمين هما. لما الإشارتين زي بعضهم زي ما قلنا هنا وهنا نجمع الأرقام سبعة واثنين يعطينا تسعة. ولأن الإشارتين سالب هنا طبعا نعرف إن الإجابة حتكون سالب. هذه الطريقة الثانية يعني. يعني في الجمعة وطلح لأرقام السالبة ما فيش ما عندكش أي شي خارج الأربعة حالات هي. عندك الحالتين هما. الحالتين هما لأرقام الزوز عندهم نفس الإشارات. ولهذا نجمعهم. وناخد الإشارة اللي موجودة معهم الزوز وتبدأ موجب الإجابة زي مثل هنا. الإشارتين الزوز زي بعضهم لهذا نجمع السبعة واثنين. من غير ما ننظر الإشارات تعطينا تسعة ولكن لأن الإشارات الزوز سالبة نحط الإجابة سالب. وهنا الحالتين الثانية للزوز إن الأرقام الزوز هذه وعندهم إشارات تختلف. ولهذا شو نعمل نحن نطرح الأرقام نقوله سبعة ناقص اتنين تعطينا خمسة وبعدين نشوفه الرقم اللي هو أكبر شنو الإشارة اللي أمامه وهي الإشارة اللي تكون مع الإجابة. هنا السبعة أكبر الإشارة سالب اللي قدامه. هذا علاش الإجابة سالب. نشوفها هنا كذلك. هنا مش يعني سهلة هذه. هنا تلاتة ناقص تسعة. طبعا الإشارات تختلف لأن هنا فيه موجة ما نكتبوش فيه. ولهذا شو نعمل نطرح الأرقام نقول تسعة ناقص ثلاثة. ما نقوله ثلاثة ناقص ثلاثة يعني دائما نبدأ بالرقم الكبير. تسعة ناقص ثلاثة بتعطينا ستة. طبعا الرقم الأكبر هو التسعة. شنو الإشارة اللي قبل التسعة. الإشارة اللي قبل التسعة هي سالبة ولهذا الإجابة تكون سالبة. وهنا ناقص أربعة زايد ستة. طبعا لأن الإشارتين مختلفتين. نطرح الأرقام نقوله ستة ناقص اربعة اتنين وبعدين الستة هي الرقم الاكبر وشلو الاشارة لامام الستة هي موجب ولهذا الاجابة تكون موجبة الان خلي ندير اكثر من رقم واحد الان عنا ثلاثة ارقام لما عنا ثلاثة ارقام نفس الطريقة يعني نحول شاف للبداية هنا لقاها ناقص اتنين فادا شو نعمل نحول بدأ مشى الى ناقص اتنين وقال بنبدأ هنا بعدين شاف انه فيه طرح سبعة الطرح يعرف روح انه يمشي يسار سبعة خنات ولهذا نحول من ناقص اتنين ذهب سبعة خنات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وصل لناقص تسعة يعني بعض الطلبة ممكن يبقوا ناقص تسعة زايد تسعة ولكن تقدر تستمر يعني مش لازم تقف الان بعد وصلنا لناقص تسعة مننا العملية هادي كملنا احنا من هنا كملنا الزوزة همه ولهذا بعدها شو بيصير نحول شاف انه احنا بعد هذا بنزيده تسعة ويعرفوا لما الحكاية فيها زايد بيمشي يمين تسعة خنات ولهذا بيمشي تسعة خنات لليمين يبدأ يعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ولهذا نحول وصل الى الصفر والاجابة هنا هتكون الصفر بالنسبة للمسألة لو لا المسألة التانية طبعا زي ما قلتلكم ما تخلوش المسألة شكلها هكذا غيرها بالطريقة هادي حتى تصبح مثل المسألة هادي ولهذا سالب موجب تعطينا زي ما قلنا سالب ولهذا هادي بتصير ناقص ثلاثة موجب سالب تعطينا سالب ولهذا ناقص خمسة ولما يبدو سلبين مع بعض يولوا موجب ولهذا سالب سالب تعطينا موجب اربعة ولهذا نحول الان بيبدأ في نقطة البداية اللي هي سالب ثلاثة بيمشي نحول لي سالب ثلاثة ويقف هناك وبعدين يجي لوطة ويشوف اه احنا هنطرح خمسة معناها انا لازم نمشي يسار خمسة ولهذا يعد خمسة خانات اللي يسار واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة والان اما وصل هناك يعرف انه هو بيزيد اربعة كذلك ولما بتزيد يعني زايد معناها بننتقل يمين كما قلنا السهم لما في حالة الجمعة لازم نمشي يمين ولهذا بنجمع اربعة وبنزيد اربعة ولهذا بيمشي يمين من هو من ناقص امانية الان بيمشي يمين واحد اتنين ثلاثة اربعة خنات ولهذا نحول قال لكم الاجابة للسؤال هذا هي سالب اربعة اوكي الان هنوريكم عملية عملية الضرب والقسمة الضرب والقسمة سهلة جدا ولهذا الان سوف ننتقلوا للشي هذا اعطيكم مثلة بسيطة جدا ونكمل ان شاء الله الدرس هذا الان قواعد الاشارات في الضرب والقسمة الضرب مثل القسمة بالزبط لو احنا ضربنا اشارتين مختلفتين النتيجة ستكون سالب ولو ضربنا اشارات متساوية النتيجة ستكون موجب ولهذا سالب ضرب موجب زي ما نشوفه هنا سالب ضرب موجب تعطينا سالب او كذلك موجب ضرب سالب تعطينا سالب ولو ضربنا سالب بسالب حتعطينا موجب لان الاشارات هنا متساوية موجب ضرب موجب حتعطينا موجب وهذا طبيعي ولهذا الاجابات هنا حتكون سهلة جدا اثنين ضرب سبعة حاطة عطينا اربعطاش اثنين ضرب ناقل سبعة هذه موجب رغمنا مش كتبين موجب ولكن فيه اشارة موجب هنا هذه ما نكتبوش فيها موجب ضرب سالب حاطة عطينا سالب اربعطاش هنا سالب اثنين ضرب سبعة او موجب سبعة حاطة عطينا سالب اربعطاش لان الاشارات مختلفة وهنا الاشارتين سالب في حالة الضرب سالب ضرب سالب حاطة عطينا موجب اربعطاش التقسيم نفس قوانين الضرب ولهذا 21 موجب تقسيم سالب 7 موجب تقسيم سالب حيعطينا سالب 3 وكذلك هنا سالب 15 تقسيم سالب 3 سالب ضرب سالب أو سالب تقسيم سالب يعطينا موجب سالب 15 تقسيم سالب 3 هططينا خمسة الآن لو عندنا ثلاثة أرقام أو أكثر دائما في حالة ضرب الأرقام السالبة والموجبة أعد أنت قداش عندك إشارة سالبة في المسألة ولهذا عندنا هنا أثنين إشارات سالبة لو عدد الإشارات السالبة هو عدد زوزي لجابة حتكون موجبة بعدين تقول 2 ضرب 15 ضرب 99 هذا كيف تعرف الإشارة طول من غير ما تقول سالب ضرب موجب سالب وبعدين سالب ضرب سالب موجب لو عدد الإشارات السالبة عدد زوزي دائما لإشارة حتكون موجب وهنا خلطنا الضرب والقسمة وهذا طبيعي جدا نمشي من اليمين لليسار بالعربيت ولهذا نضرب الأرقام الزوزي ما معنا نقسم بهذا ولكن مش تعرف أنت شنو الإشارة حتكون عندك هنا عدد كم عندك سالب في حالة الضرب والقسمة تستعمل نفس الطريقة لدينا ثلاثة إشارات سالب ولهذا هذا عدد مفرد ولو العدد يكون مفرد معناها الإجابة حتكون سالبة نعود من جديد عدد كم عندك سالب لو العدد زوزي معناها الإشارة متاع الناتج حتكون موجب ولو عدد الإشارات السالبة في السؤال يكون مفرد معناها الإشارة حتكون سالب هنا عنا واحد مين ثلاثة إشارات سالبة لهذا هذا العدد مفرد ولهذا هذا علاش الإشارة النتيجة حتكون سالب وبعدين تقول تمانية ضرب خمسة وهي أربعين واربعين تقسيم أربعة تعطينا عشر ولهذا الإجابة ناقص عشر مش لازم تشوف للإشارات بعد هذا يعني زي ما قلت لكم بالطريقة هذه تعرف الإشارة طول وبعدين ركز على أرقام فقط طبعا نحوه اللي يعتقد أن الضرب والقسمة سهل جدا ولهذا هو ما باش يخش معنا في المسائل هادو مرة ثانية شكرا على متابعتكم لهذا الفيديو نتمنى أن أطفالنا يستفادوا منه في جميع العرب العربي في ليبيا والجميع الدول العربية طبعا نحن نعتمد على تشجيعكم لينا وكيف تشجعونا أنتم يعني أن تمشوا للفيديو تعملوا لايك اللي هي عجاب وكانت تبوا تكتبوا تعليق ولكن المهم جدا إنكم أنتم تديروا سبسكرايب اللي هو اشتراك في القناة وكذلك شاركوا القناة مع ناسكم وأحبابكم ولي تعرفوهم حتى تساعدهم هذه القناة إن شاء الله في تعلم بعض الأشياء البسيطة أنا بالطبيعي يعني أنا نقري في الثانوي وأولى جامعة ولكن كذلك يعني نحط بعض الوقت للابتدائي والحاجات اللي نقدر عليها بالعربي المصطلحات متاعي في المتقدم ضعيفة يعني ما نعرفش المصطلحات ولهذا أنا نقري بالانجليزي هنا في كنادا نحاول نعطي اللي نقدر عليه إن شاء الله تتمتعتوا بالفيديو هذا إن شاء الله صغاركم في الليبيا وفي العالم العربي في كل الشمال الأفريقية والمغرب العربي إن شاء الله الطلبة يستفادوا من هذا الفيديو وكل عام أنتم بخير بالعام الجديد إن شاء الله يكون عام سلام وأمان ونجاح خصوصاً سلام وأمان في ليبيا والدول العربية والإسلامية المضطربة مثل كاشمير ومثل اليمن والعراق إن شاء الله ربي يعمل أمان في هذه البلدان وتسعد الناس وتعيش حياتها طبيعية يا رب مع السلامة إلى اللقاء آخر إيمان الله موسيقى